اشتركوا في القناة موسيقى إضافة إلى وجود قاعدة العرش للملك أشور ناصر بال الثاني وهي في هذه المكان إلا أن عمليات التدمير طالتها من خلال وضع عبوة ناسفة ما بين أرضية القاعدة وما بين أرضية القاعة موسيقى 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 ولكن من الأشخاص والإنسانيات اليوم نعلم أننا نعلم أنها مستقلة وهي جيدة لأنه كان مستقلة في المنزل في المنزل الارتكتب عراكي يسمى محمد مكيا هذا المنزل هو مستقلة من الارتكتور في العراك يوجد أيضاً لدينا المتلقان أننا نحن من أجل 24 عبر من التجارة و المتلقى و سيدينا نحن على المصنع الأنوان هناك تروا بطرق ملاعية المصنع الله أعطائناك اذهب افتاد السنة اقفتنا بشكل أسفل نقطعك بحاجزة ايجب أن تريد iferry مرحلة نعم ومن قطع إعادة لفعل اتعادة مناقصة موسول 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 ليس نستطيعنا نسخة من الأمور العرقية لسيقون تلقية تساعدت المساعدة والمساعدة على تركوز موسول ومن ثم يجب أن نعجب أن نتطاع موسول نحن كدائة آثار نشعر بالبهجة والسرور في داخلنا لأننا عندما نرى متحف اللوفر أو مؤسسة نيسونيان أو الدولة الإمارات العربية مع دولة فرنسا أو بقية الدول تود أن تعيد ما تم تدميره من قبل عصابات هذه تشير إلى فقرة تجعلنا نشعر بالفخر بأن هذه الأرض المهمة ليست لدي العراقيين فقط وليست لدينا نحن كموظفين فقط وإنما هذه الأرض مهمة على مستوى العالمي وتقع مسؤولية وعاتق المحافظة على تلك الآثار والهوية الثقافية والإرث الحضاري على مسؤولية الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر